من جهة ثانية أشاد أمين سر دولة الفاتيكان رئيس الأساقفة بول ريتشارد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الأردن بالعلاقات الودية التي تربط حاضرة الفاتيكان مع المملكة الأردنية الهاشمية وقال بأنه سيحمل ذكرى طيبة عن الأردني وبالأخص عما سمعه من جلالة الملك عبدالله الثاني في حديثه الودية عن قداسة البابا فرنسيس وعن الصداقة التي تربطهما مما يؤكدوا على عمق العلاقات الفاتيكانية الأردنية التي جاء إلى الأردن ليحتفل بمرور ثلاثين عاما على إنشائها كما أشاد المطران ريتشارد بالسياح الدينية في المملكة مثمنا الجهود التي تبذل وبالأخص لدى زياراته إلى موقع معمودية السيد المسيح المغتص وجبل نيبو وقلعة مكاور وقد أكد سيادته على موقف البابا فرنسيس والكرس الرسولي من الصراع القائم في غزة مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المحتاجين وإطلاق الصراح المعتقلين